دوى صوته انفجار منذ بعض الوقت وتحديدا في بلدة ثمين في قضائب على بك في وسط لبنان وتعمل الجهات المختصة على التدقيق والتحقيق في هذا الانفجار في حين راجت معلومات إلى أنها غارة ولكن البعض يقول إلى أنه لربما أن تكون مسيرة ولكن حتى هذه الدقيقة ليس هناك من معلومات صحيحة تشير وتشرح ما هي هذا الانفجار وكان قد سبق ذلك غارة باتجاه البقاع الغربي وتحديدا في بلدة سحمر التي تقع على آخر بقعة من الغربي بمواجهة جنوب لبنان وتحدثت المعلومات على أن الغارة استهدفت منزلا غير مأهول سوية مع الأرض ولكن بالتوصيف العام للتطورات الميدانية العسكرية على الأرض في البقاع يمكن التوصيف إلى أن هذا اليوم هو الأخف ضررا على مستوى الغارات وأيضا على مستوى الضحايا لأنه لم يسجل لدينا من ساعات الصباح حتى هذا التوقيت أي من الغارات وتحديدا على قضاء بعلبك الهرمل الذي سبق ذلك إلى أنه كان بالأمس هو الأعنف في سلسلة الأيام التي سبقتها وبغض النظر أيضا عن التضارب في الروايات بعدد أرقام الضحايا التي البعض يقول إلى أنها وصلت إلى 54 ضحية بالأمس أو 49 ضحية بالأمس ولكن الأكيد إلى أنها كانت عشرات الغارات باتجاه عشرات البلدات والقرى في قضاء بعلبك الهرمل وكانت برأي المراقبين هي الأعنف في سلسلة الأيام الماضية أي خلال العشرة الأيام الماضية هي مجموعة من الضحايا في بعض الحوادث وصلت إلى 13 كما حصل في الناصرية أو أيضا داخل مدينة بعلبك أو أيضا في العين أو غيرها من البلدات التي امتدت إلى مدينة الهرمل وإلى الأراضي المتداخلة